موسيقى موسيقى المهم ان يكون المدرب موجود يعني باعتبر ان هم هيطلعوا المسؤولين هنا في اتحاد الكرة ويبرروا ان اي مسؤول في اتحاد الكرة اي مدرب من حقه يختار العيبة اللي هم عايزينها وتحديدا اتقلوا مسؤول الشركة احنا اخترنا سبعة من العيبي المنتخب الأولمبي وبالتالي رد عليه وقال له ان الفيصل في وجود المدرب ولو حد عاوز يبوز الماتش في الإعلام هيطلع اسم المدرب ده كلام مسؤول اتحاد الكرة وبالتالي لو لقى مختلف عن الفريق الأول هتبقى مشكلة ده كان المحاسب نفس الوقت انور صالح اللي تمت اقالته سلم تقرير لجمال علام رئيس اتحاد الكرة واكد فيه التقرير ان الفضيحة ان الاتحاد مخترق من الداخل وبواسطة شركات ورجال تسويق وحيث يعلمون كل ما يدور داخل الجلسات المغلقة ده تقرير يعني خلي بالكو بس عشان الناس هتقعد تتكلم او بتتكلم بقالها 72 ساعة على تقرير النادي الاهلي والتقرير المصرب الخاص بالكابتن علاء عبدالصادق عشان ده النادي الاهلي لكن بعضا من الاعلاميين والمسؤولين والليهم علاقة بالتحاد الكرة مش هيفتحوا بقهم على التقرير الخاص بانور صالح هل بقى لان انور صالح دوت مش بحجم النجومية بتاعت علاء عبدالصادق ولا هل علشان اتحاد الكرة مش بحجم شعبية النادي الاهلي وان كان وقعت فضيحة السنغال هي اخطر بكتير من خسارة النادي الاهلي لبطولة الدوري او بطولة كاسمس ولكن زي ما بقول لكم انور صالح قال ان التحاد الكرة مخترق بواسطة شركات ورجال التصويق وانهما بيعلموا كل ما يدور داخل الجلسات المغلقة من اتفاقات ويقومون باحضار عروض جديدة وفقا لما يصلهم من معلومات سرية من داخل الاتحاد في نفس الوقت اشار انور صالح في تقريره ان ما كانش مرتاح نفسيا ولا ماديا لكل ما يدور حول العروض اللي وصلت الاتحاد لخوض المبارتين الوديتين اللي هما في الامارات وان احد الاداريين الكبار كان قد ابلغ الاتحاد بوجود عروض للعب للعب المبارتين والديتين مع توجو والرأس الاخضر او الكاميرون او بوركينا فاسو بشرط سداد خمسين الف دولار نظير اقامة المبارتين وبعد وصول العرض من شركة نانستوب والذي يعفل الاتحاد من سداد اي مبالغ مالية لإقامة المبارتين فجئنا بعرض جديد من نفس الاداري لخوض مبارتين مع الكاميرون والرأس الاخضر دون ان تتحمل اي مبالغ بعد ان كان العرض نظير تحملنا خمسين الف دولار بمعنى ان كان في الاول فيه عرضين العرضين دول ان احنا هنتحمل او هنسدد خمسين الف دولار وبعد كده رجع المسؤول الاداري دوت اللي في اتحاد الكورة قال لهم بعد اما وصلت معلومات للشركة قال لهم لا ده ممكن نلعب مطشين تانيين بدون ما ندفع الخمسين الف دولار فجأة او برة واحدة كده ان المنتخبين وفقوا على عدم سداد الشرطين اللي هم الخمسين الشرط المالي اللي هو الخمسين الف دولار وهو وفقا لتقرير انوار صالح ما يفسر اختراق الاتحاد ووصول تفاصيل الاتفاق الى الشركة المنافسة وكمان انوار صالح قال بصفته القائم باعمال المدير التنفيذي للاتحاد لظروف كان وقتها صفر العميد سروة سويلم المدير التنفيذي لأداء مناسج الحج او لأداء فريدة الحج اتخذت مع اللجنة الفنية كافة الضمانات لتأمين اقامة المباريات سواء بقى بيان الحجوزات وموافقة الاتحاد الافريقي وتفويد رسمي من الشركة لمدير التسويق محمد زيات اللي هو هيكون معنا ضيف كمان شوية بالتفاوض وتوقيع العقل وبعد حضور رئيس الاتحاد من السعودية تم عقد اغتماع مجلس ادارة وفي نفس الوقت وفقه بحضور اغلبية الاعضاء وتم الموافقة على الشروط اللي موجودة في التعاقد اهم ما اللي موجود في تقرير انور صالح ان اتحاد الكرة مخترق من الشركات والوكالات الخاصة ووكالات تسويق المباريات الناس ما بتتكلمش في دوات والناس مش عايزة تتكلم في دوات وفي نفس الوقت ده دفعني ان انا كلم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز اكد لي ان هو سلم امبارح تقرير يدم خطاب يدم بيد بيجدد فيه تهديده لاتحاد الكرة بحالة ملف فضيحة السنغال الى النيابة العامة في حالة عدم الحصول على الشرط الجزائي من الشركة المنظمة واللي بيقدر بمئة الف دولار دولار او يورو مش فرقه هو انا بكلم في قيمة الشرط الجزائي ده كلام خالد عبدالعزيز او المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز كمان اكد لي ان هو لن يترك فضيحة السنغال تمر مرور الكرام وان هو سيحيل الملف للنيابة العامة في حالة عدم سداد الشرط الجزائي يوم 13 نوفمبر هو اخر موعد لسداد اتحاد الكرة لشرط الجزائي فهنا افتركوا في القناة اشتركوا في القناة